اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي السيد أحمد أبو الغيط مؤكدا حرص واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاء على بذل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة وأشد وزير الخارجية بالجهود الطيبة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية المعنية للتحضير لأعمال القمة وضمان توفر كافة الأسباب لنجاحها مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين باستضافة أعمال القمة في ظل الظروف الاستثنائية الحساسة التي يمر بها الوطن العربي جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي من جانبه أعرب معالي السيد أحمد أحمد أبو الغيط عن سعادته بزيارة مملكة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين منوها بالتعاون والتنسيق المشترك في إتمام الإجراءات اللازمة للتحضير لانعقاد هذه القمة التاريخية معربا عن ثقته في قدرات مملكة البحرين على إنجاح أعمالها والخروج بالنتائج والقرارات المرجوة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك واجرى خلال الاجتماع بحث برنامج عمل القمة والموضوعات المقرر إدراجها على جدول الأعمال والاستعدادات الجارية لبدء أعمالها والترتيبات التي تم اتخاذها من جانب مملكة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح القمة وتحقيق أهدافها ترجمة نانسي قنقر